بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله يا جمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين الوحدة التانية من منهج كونكت الصف الثاني الابتدائي طبعا الوحدة التانية كاملة ان شاء الله هنعرفك تذاكر لابنك ازاي بالتفصيل كل صفحة وكل صورة ايه المطلوب منك تعمله وهنسيب لك رابط تحت الفيديو في شرح كل درس بالتفصيل علشان برضو تبقى فاهم انت بتفهمه ايه وهو بيحل ازاي دي اول صورة في الكتاب طبعا عنوان الوحدة اسمه ماي بادي يعني جسمي فها بيتكلم على اعضاء الجسم وبيتكلم على كل حاجة في الجسم عايزين نعرف اسمها اول صورة ماي اسم مونة وقفة فاهم بتقول لهم بقى بتقول الاولاد ايه لك اتس ا بيرد 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 يعني طائر بيرد يعني طائر بيرد يعني طائر ات هاز تو لجز عنده رجلين تو فيت وكمان قدمين عنده ابك وعنده منقار تمام؟ الطائر اللي بنت بشور عليه ده بتقول ات هاز تو لجز عنده رجلين وقدمين ومنقار بعدين الولد بقى يوسف بيتكلم على الارد قال زمانكي الارد هاز عنده تيس اسنان and a big ears وودان كبير هنا بقى جاب لي صورة الطائر اللي اتكلمت عليه هانا فطبعا عايزين نعرف الطائر عنده ايه؟ اول حاجة عايزين نلاحظها ان الطائر هنستخدم كلمة ات هاز ات هاز يعني عنده او لديه ات هاز يعني ايه؟ او عنده او لديه يبقى ات هاز يعني ايه؟ عنده او لديه تمام؟ فالطائر عنده ايه بقى؟ تعالوا نشوف عنده ايه؟ اول حاجة هنقول ات هاز اللي هي عنده ديه تو لجز هو عنده ايه؟ رجلين اللي احنا شايفينهم دول الطوار دول ات هاز تو لجز تمام؟ يعني عنده رجلين بعدين تو فيت تو فيت قدمين اللي هما بيدوس بيهم دول عالارض اسموهم اقدام فيت عنده تو فيت قدمين كمان عنده بيه اللي هو ايه؟ المنقار اللي هو الانف الطويلة بتاعت الطائر يعني تمام؟ طيب دي كانت اول صورة معانا الصلاة التانية بقى طبعا جايبلي صورة الارض وعاوز يعرفني الارض عنده ايه؟ فطبعا الارض عنده هد اللي هي؟ رأس وعنده فيس واجه وعنده تيس اسنان وعنده ارم اللي هو؟ الزرق وليج اللي هي؟ الرجلين تمام؟ حلو خالص يبقى رأس ووجه واسنان وارم وليج يعني بيعرفني على عضا الجسم طيب البنت بقى قالت ايه؟ قالت اي هاة اي هاة اي هاة خالما تتكلمت عن نفسها اي هاة اي هاة اي هاة انا عندي يبقى دلوقتي عاوز يعلمني استخدام حاجة اسمها هاذ وحاجة اسمها هاذ. هاذ مع الجمع وهاذ مع المفرد. هاذ مع الجمع وهاذ مع المفرد. طبعا احنا عافزين الضمائر. عافزين الضمائر؟ اللي هما مين؟ انا هي هو. شي هي. ات لغير العاقل. يو انت. وي نحن. زي هوم. بلقسمهم لفريقين. فريق الجمع اي ويو ووي وزي. دول بياخدوا هاذ. وفريق المفرد بياخد هاذ. طيب ده موضوع طويل. احنا هنعرف بتاع تانية ابتدائي. حكتين. اني اي بتاخد هاذ. واني هي بتاخد هاذ. فانا هتكلم عن نفسي اقول انا عندي. هقول اي هاذ. اي هاذ. يعني اي هاذ. انا عندي. اي هاذ. اي هاذ. اا. اي هاذ. واقول بقى عندي اي هاذ. عندي اي هاذ. عندي انين. عندي هاذ. رأس وهكذا. تمام. طيب. طيب. طيب انت عندك منقر. ااا. الطفل عنده منقر. لا. يبقى هقول اي ضم تهاب. يبقى هو عاوز يعلمني دول. اي هاذ. يعني انا عيدي. يعني انا ما عنديش. تمام? طيب. فالبنت هنا بتقول انا عندي لجزة وعندي تو فيت تو. عندي كزا وعندي كزا ايضا. وقالت ايه بقى? ايضا تهاب ابيك. يعني انا ما عنديش ايه? منقار زي الطائر. تمام? طيب. عاوز يعلمني بقى اتكلم عن حاكتين. بسلا زي ما انا قالت. قالت عندي تو لجز. عندي لجلين وقدمين ايضا. فبقول ايه كزا. وهاف كزا تو. يعني ايضا. عندي كزا وكزا ايضا. تمام? طيب based? ايه هاف. عاجزين بقى كل واحد يقول. ايهاز. ايهاز. ايه هاف مثلا. انا عندي عنيين. ايها بقى ايها بقى. ايه هاف ايهيز. ايه هاف. ايه هاف. عندي انف. ايه هاف. انضي ايه ب ی 드. ايه ايه وب اا ايه هاف اور موس. انسان هو عندي بقى. تمام? به هذه هيه? اه اخوهه ل комуreshores اهبا عشان الطاقل غير عاقل مش احنا بناخد قطل غير العاقل اقول اتهج اهد اتهج ابيك وهكذا تمام طيب الصورة التالتة جاب لي اعضاء الجسم كلهم بيتشاور عليهم البنت اهو دي بتشاور على ايه? بتشاور على الرأس. ايه بقى الرأس اسمها ايه? هد. ودي بتشاور على ايه? الوجه. الوجه اسمه ايه? فيس. وده ايه اللي في الصورة? رجل. ودي ايه دي? قدم. قدم واحدة ولا كتير? قدم واحدة. اسمها ايه? فوت. ودي اتنان. اسمها ايه? فيد. طب ودي? مار. سنة واحدة. اسمها ايه? تيس. تمام? فهمناها? يبقى لازم اعرف الاسماء دي واحفظها كويس. طيب. هنا بقى توس وتيس بيفرق لان فيه جمع شايز واحنا اشرحنا كهنده بالتفزيل في الفيديو اللي ايه? بالرابط اللي تحت الفيديو. this is me. هزا انا. اي هاف تو. انا عندي احنا عندنا كنين ايه? نقدر نقول two arms, two eyes, two ears, ودام. two legs, رجلين. two feet اخدام. صح? طيب. اي هاف ون. وعندي واحد. احنا عندنا واحد ايه? عندنا واحد نوز. عندنا واحد ماوس. صح كده? طب اي هاف نيني? عندي حاجات كتيرة. ايه كتير عندي? التيس. اللي هي الايه? الاسنان. يعني يبقى اتنان. عندي كزا حاجة اتنين. العينين اتنين. الرجلين اتنين. طيب. حاجة واحدة النوز او الماوس. الانفق او الفم. طب ميني? ميني تيجي مع الاسنان عشان هي اكتر حاجة. طبعا هنا بيقول لي اي هاف اهد. انا عندي هد. واي هاف تيس. عاوز يعرفني. اي هاف اه. جات مع المفرد شرحنا كندا بالتفصيل في الفيديو في اللي تحت اللي في الرابط. واي هاف تيس جمع بقى. اي دونت هاف ان انا ما عنديش بقى. زي الطائر ما عندوش مسلا اه الطائر ما عندوش اه مسلا ايه? ما عندوش يد فيقول اي دونت هاف. تمام? طيب بعدين وهد وفيس وارمو وليج وجاب للاعضاء ايه? كلها. طيب. بعد كده بقى اه جايب لي الصورة اللي بعد كده اه كل واحد بيتكلم عن نفسه. لازم كل طالب يقول مسلا. البنت دي بتقول ايه? اي 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 بنت. انا دكتورة عايز اكون دكتورة. طيب الولد ده بيقول ايه? هلو ايام شريف. انا اسمي شريف. ايام ابوي. ايام انجينير. يعني ايه انجينير? مهندس. فاكرين الوظائف اللي خدناها الترمي التاني بقول ابتدا ايه? اه. جايبينهم كلهم. تمام? عاوز يعلمني ان انا اقول كده. ايام? ايام اه. ايام اه ايام اه. بعد كده احدد ولد ولا بنت? بنت. يبقى هقول ايام اه? جير. بعدين. اليه ايام اه عايز اكون ايه بقى? دكتور ولا انجينير? دكتور. ايام اه دكتور. اما لو قلت انجينير هقول اان انجينير. فاكرينها من سنة قولة? ام. تمام. تعالوا بقى عالقصة الجميلة اللي هناخدها دلوقتي. القصة دي حصلت ازاي؟ عندنا كينج وعندنا دكتورة وعندنا البيزي بي النحلة وعندنا الزابط يوسف تمام؟ فكل واحد فيهم واخد حاجة معينة. تعالوا نشوف القصة بتقول ايه بقى؟ جود مورننج يعني جود مورننج خدنا الوحدة الاولى صباح الخير صباح الخير ايام هاني عرفنا بنفسه مين اللي بيتكلم؟ هاني هاني قال ايه بقى هاني؟ طيب ما هاني الملتغن منها، ايه 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 كينج ذي هاني ملتغن منها، نشوف القصة بحاجة معينة حفلة، كل واحد هيلبس خاص في المدرسة ايه ايه ايه؟ ايه ايه ملك، هاني بيقول انا الملك، هاني بقى حاجة معينة انا ايه؟ انا ايه؟ يعني دكتورة شايفينها لبسه النظارة والبلط الأبيض؟ يبقى هنا دكتورة طيب اميرا اس بيزي بي واميرا لبسه مين؟ النحلة البيزي بي النحلة يوسف بقى اس ابوليس اوفيسر يوسف هو الايه؟ الظابط هو ديو لايك تبيت؟ تحب تبقى ايه انتبقى؟ تحب تبقى الكنج؟ او الدكتور؟ او البيزي بي؟ او البوليس اوفيسر؟ دكتور هنا بقى جايب للتمرين على القصة اللي تحت هاني هاني يعتبر ايه؟ كينج طيب هانا بقى هانا تعتبر ايه؟ دكتور اميرا تعتبر ايه؟ بيزي بي واخيرا يوسف يعتبر ايه؟ بوليس اوفيسر تمام 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 دي كانت قصتنا للوحدة التانية فعالوا نشوف عندنا ايه؟ بعد كده عندنا طبعا صورة حيوانات اول اول حاجة في الصورة رقم واحد ايه؟ طائر طائر اسمه ايه؟ بيرد طائر اسمه ايه؟ بيرد جميل اهو مكتوب فوق اهو بيرد طب والتانه دي سورة ايه؟ فيل فيل اسمه ايه؟ الفان الفان طائر اسمه ايه؟ قطة القطة اسمها ايه؟ كات والربعة صورة ايه؟ اه ارد ارد اسمه ايه؟ مانكي تمام 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 طيب عايزين نتعرف على اربع حيوانات دول كل حيوان لي وصف معين عايزين نوصفه بقى فهو جاب لي في الصورة دي اربع اوصاف وعاوزني اوصل كل وصف بالصورة بتاعته تعالوا نخمن هو بيتكلم عن مين؟ اول حاجة ايه اه هد هد؟ هد؟ يعني اه 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 انا عندي عندي رأس كبيرة حلوة مين انه عنده رأس كبيرة بقى كلهم. طب تعالوا نكمل تاني. وعندي ايه كمان? ازن. ازن ايه? كبيرة. تمام. بعدين بيقول اي. كملي. ايه. يعني عندي ايه? اربع اقدام. طب الفيل عنده اربع اقدام والارد عنده اتنين والقط عنده اربعة لسه برضو معرفنا. هو اماي. مين انا يا ترى? يا ترى بيتكلم على مين كده? الفيل. الفيل. اجابة صحيحة. لان هو اللي عنده ادان كبيرة وعنده اربع اقدام. صح? نقرأ تانية. ايه. يعني عندي ايه? قدمين. رجلين ولا قدمين? رجلين. رجلين. الاخدم اسمها فوت. طيب كمان ينها. ايه. اله individuals. يعني ايه. يعني ما عندوش ايه? رجل من عندهش رجل. اه طيب ماشي. اه بعدين كملي. اه ايه. الكرة اه مين اللي عندو منقار. البيرد. تمام. يبقى الطائر هو اللي ايه? ما عندوش ازريعة وعندو منقار. رقم تلاتة. رقم تلاتة. يعني انا عندي. اه? اند. اه اند درعين. اي 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 اربع رجول عندها اربع رجول بعدين بتقول ايه فر ايه الفر ده اللي هو الفرو عارفين الفرو الابيض اللي بيتحط على الجواكت والبوتو الفرو الابيض اللي عند النمر والاسد والقطة اي طبعا طالما هي عندها فرو يبقى دي مين دي القطة يبقى هنوصلها بالكات هنوصلها بالكات فهمنا وصف الاربعة دول؟ اه تمام تعالوا نشوف عندنا ايه بعد كده طبعا عندنا حاجات جميلة جدا الولد ده بقى جايب لنا ست سور يعني احنا كده دخلين على جزء العلوم ركزوا معانا هناخد علوم بالانجليش يا سنة تانية عايزين نعرف المعلومات دي عربي وانجليزي يلا نبدأ اول صورة صورة ايه؟ صامكة لا الصورة الاولى اللي من فوق سامكة انجليش سامكة سامكة يعني؟ مش عارفة سامكة اللي عرفينها في الحضانة؟ طيب تاني صورة؟ كتكود طائر عمار طائر بيرد ثلث صورة؟ جامل الجامل اسمه؟ كامل كامل خدنا الحيوانات كلها في سنة اولى الوحدة الهداشة روعد تكون انسوتوها بعدين صورة؟ نملة نملة اسمها؟ ايه الصعبان اسمه؟ سليك نيك نحلة اسمها؟ بيك تمام تمام عاوزين نعرف عدد رجول كل حيوان من دول وحشرة هو الولد اداني يغششني اول واحدة قال لي الفش هاز نو لجز يعني السمكة ما عندهاش؟ رجول رجول السمكة عندها رج؟ لا حلو خالص يبقى السمكة ما عندهاش رجول طب الطائر؟ عنده رجلين هقول بيرد هاز؟ هاز لجز تمام طب والجمل اه أربع لجز يبقى هقول الكامل هاز هاز لجز تمام طب والنملة النملة عندها كام؟ أربعة النملة عندها أربعة طب تعالوا نعدد اتنين من قدابه صح؟ واتنين في النص تانه هو واتنين من وره يبقى كال سيكس يبقى عندها كم رجل النملة ست رجول يبقى هنقول الآن الآن تنملة هاذ سيكس لجز عندها ست رجول طب والصعبان ما عنده يبقى هنقول ايه هنقول نولجزة. اتهاز نولجزة. يعني ما عندوش ايه? لجزة. طب والنحلة ست. النحلة برضو حشرة ستة. يبقى اتهاز آآ سيكس لجزة. هنا بقى جايب لي مربع تحت. وجايب لي ايه في المربع ده? جايب لي بيقول لي اللي ما عندوش رجل خالص. اللي عنده سفر رجول. واللي عنده اتنين واللي عنده اربعة واللي عنده ستة. طبعا اللي عنده سفر هو الدانيل فش. صح? ايه تاني ما عندوش? السعبان. السعبان. يبقى نكتب سنيك. كمام? طب ايه اللي عنده رجلين في دول? نفكر نفكر. ايوة. بيرد الطائر. يبقى الطائر عنده رجلين. طب ايه اللي عنده اربعة? عجلة واحدة. الجمل. الكامل اللي هو الايه? الجمل. طب ايه اللي عنده ستة بقى? البي والآل. تمام. البي والآل. هما اللي عندهم ستة رجول. هنا بقى البنت دي جايبالي. بتقول لي اقرأ وكمل. حاجة ما عنديهاش رجليني. يبقى كتب اسمي مين? الفش. او السنيك صح? خيب. بعدين قالت آ نقط هاز سكس لجز. مين اللي عنده سكس? البي والآل. تمام. يعني اكتب واحدة فيهم. بعدين هاز تو لجز. مين اللي عنده تو لجز? الطائر. الطائر. بعدين هي تكلمت عن نفسها وقالت آي هاف نقط تو يعني ايضا. يبقى الطائر عنده رجلين. طب احنا عندنا كم رجل? يبقى هنقول يعني احنا عنده ده رجلين برضو. تمام? طيب. تعالوا بقى شوفوا صورة العيال دول. احنا لسه في جزء العلوم زي ما احنا عاوز يعرفني بعد ما عرفني على الحيوانات اللي ما عندهاش رجول واللي عندها اتنين بس واللي عندها اربعة واللي عندها ستة. دلوقتي بيعرفني فوائد الاعضاء اللي احنا اخد لها العنين والاوزن والرجلين والايدين وكل الاعضاء دي. فاول حاجة العنين بتعمل ايه? بتشوف دي. يبقى عاوز يعرفني عنين وعاوز يعرفني يشوف. فالبت بتقول ايه? اي كان. اي يعني انا. وكان استطيع. فاكنين الدرس بتاع انا استطيع بالعربي. استطيع يعني اقدر صح? فبتقول اي كان سي. سي يعني ايه? يارا. سي يعني ايه? يارا. سي يعني ايه? يارا. انا بشوف بايه? بعين. بعيني. طب الوقت ده مسك ايه بقى? ازن. وبيقول اي كان نقط. ويز ماي ايرز. انا اقدر اعمل ايه بالاوزن? ازن. يعني ايه بقى يسمع? اهي. هير. اي كان هير. يبقى يسمع يعني ايه? هير. اي كان هير. ويز ماي ايز. انا بسمع بايه? باوزني. طب الصورة التالتة الوقت بيعمل ايه فيها? بيجري. بيجري. هيقول اي كان نقط. ويز ماي لجز. يعني اي كان ايه لجلين بعمل بيها ايه? هو بيعمل اي دلوقتي? بيجري. بيجري بقى يعني ايه? اهي. رن. 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 بيقول اي كان رن. اي كان رن. يعني نقدر اجري بايه? برجلية. تمام? طيب الصورة الرابعة بقى الود بيلعب صح? بس هو هيعمل ايه للكورة? هيشوتها. هيشوتها. يبقى بيقول اي كان كيك. كيك. يعني يشوت الكورة. ويز ماي فيت. ويز ماي? يبقى عاوز يعرفني وظيفة كل حاجة. هنكمل بقى صورة كمان. الولد التاني بيعمل ايه? برضو هتقولوله بيلعب ركم خمسة. اهو كده بيرمي الكورة. فاحنا عايزين كلمة يرمي يعني ايه? اي كان. اهو تعا نقراها. طبعا اولها تي اتشي بنطقها هتا. اي كان. ترو. ترو. يعني يرمي. انا برمي الكورة بالايه? بالارمز. بالادريعة بتاعتي. تمام? طيب البنت الاخيرة بقى بتشورى ويبقى بتقول. اه. اي كان مقت. with my mouse. توك. او. اه. اه. توك. يعني يتحدث. توك يعني يبقى لازم احفظ الست افعال بالست اعضاء. الايز العينين معها سي. الايرز الاسجلين مع ها الرجلين للجز مع ها رن الفوت والفيت الأقدام مع ها كيك الأرمز الأزرعة مع ها ها والماوس البؤء مع ها توك أو سبيك هو جايبها سبيك هنا على فكرة سبيك أخلاها سبيك الهي معنى يتحدث ماشي يبقى لازم أحفظ الست أفعال دول واعرفهم كويس. طيب بعد كده عندنا بقى حاجات جميلة برضو طبع العلوم. آآ الصورة الاولى صورة مدرس وولد مش شايف. ما بيشوفش كويس. ولا يعني هو حاجة اسمها يعني اعمى. فبيقول لي زياد يعني ايه? فريند يعني اصدقاء. صديق واحد هنا. ده صديقي آآ زياد. هي كان نط سي. احنا اتفعنا كان يعني ايه? كان يعني استطيع. طب وكان نط? لا. لا يستطيع. كانت على بعضها لا ايه? لا استطيع. زياد كانت سي. يعني زياد ما بايه? ما بيشوفش. زياد ما ايه? ما بيشوف. هي كان ريد. ريد يعني ايه? يقرأ. ريد يعني? يقرأ. بيقرأ. بيقرأ باديه. بيقرأ بايه? باديه. طبعا هي كانت سي. ما بيقدرش يشوف. هي كان ريد ويز هندس. ده طريقة اسمها طريقة بريل. الطريقة دي بقى العالم ده اخترع طريقة تقرب ايده للناس اللي ما بتشوفش. تمام? طيب الصورة التانية. بيقول. بنت عمها مين دي? ماريم. 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 ما بايه? ما بايه? ما بتسمعش. كامت هير. بس هي بتشوف. فعشان كده بايه بيتكلموا باديهم بيشوروا يعني كده باديهم ويفهموا بعض. تمام? الصورة التالتة. this is my brother آسر. ده صديقي مين? آسر. آسر. he can't run. هو مش قادر? يجري. run يعني يجري. we can play. نقدر نلعب زي ما انتم شايفينه رجلي واجعاه ماشي على الكرسي فهم ايه يقدروا يلعبوا معه بالطريقة دي. تمام? هنا بقى عاوز يعرفني كان يقدر وكانت ما يقدرش. تمام? طيب. شوف الصفحة اللي بعدها. طبعا لسه ما زلنا في جزء العلوم. برضو عاوز يخليني اوصل. اول حاجة زياد اللي احنا اتكلمنا عنه. كانت ايه يا طراء? هو حلل هالي. كانت سي. ايه. يعني ما بيقدرش ايه? يشوف. يشوف. طب زياد كان. بس يقدر يعمل ايه بقى? يسمع. لا اريد يقرأ. هو ما بيشوفش وبيقرأ بايده. اه. يبقى يقدر يقرأ. مريم بقى كانت ايه? مريم ما بتقدرش تعمل ايه بقى? تسمع. تمام? يبقى كانت هير ما بتقدرش ايه? تسمع. اخر واحد يا اسر. اسر يقدر يعمل ايه بقى? طبعا بلايه يعني يقدر ايه? يلعب. تمام? طيب. هنا بقى ما زننا برضو بجزء العلوم. جايب لي مراحل تنمية الطفل اللي انتو خدتوها في كتاب التيرم الاول. مراحل النطج عند الانسان. اول حاجة الواحد لما بيتولد بيبقى ايه? صغير خالص. بيبقى ايه? صغير خالص. اسمه ايه بقى الصغير خالص ده? اسمه? بيبي. اسمه ايه? بيبي. طفل صغير. طب لما يكبر كده ويبقى قد لكم. نقول عليه ايه? طفل. اتشايلد. دي بقى اسمه ايه? اتشايلد. ولما يبقى راجل كبير بقى نقول عليه? الادلت. الادلت. يعني شخص ناضج. شخصا? ناضج. كبير يعني. تمام? طيب. هنا بقى عايزين نرتب مراحل الطائر. مراحل ايه? الطائر. الطائر اول ما يتغير خالص بيبقى ايه? اول حاجة للطائر بيبقى ايه? ما هو في العش. هو ايه اللي محطوط في العش جوه العش? بيج. ايج. ايوة. الطائر اول ما يتولد بيبقى ايج. ومعندين الطيرة دي البيضة دي تفقس. وتبقى بيبي بيرد. وتبقى ايه? بيبي بيرد. يعني طفل ايه? يعني طائر ايه? صغير. بعدين بيبقى ادلت بيرد يعني طائر ايه? كبير. تمام? هنا بقى ده هنا اجايب للصورة الرابعة دي. صورة البنت وجايب معها حاجات اعضاء فوق. وانا هكتب اسم كل عضو على حسب السام. تمام? فعال نشوف بعد كده عندنا ايه? عندنا طبعا اه المشروع بقى اللي احنا بنعمله اللي هو يدو يعني فطبعا هنا العيال عمله ايه? بيقوله يعني لون ايدك. لون? ايدك. ايدك. لون ايدك الاول بعدين يعني تروح طبع ايدك زي ما هو طبع ايده كده مع الصفحة. تمام? طيب بعد كده ارسم منقار لما كان ايدك كده ارسم لها ايه? منقار بتاع الايه? الطائر. وحط له رجلين وايه? وايدين. عشان تخليه طائر. وبعدين اعمله يعني ايه دكريت? زينه. دكريت نفسك بقى ان انت بتشوف عملت اول حاجة اتعلمت عضاء الجسم وعرفتها كلها ولا لا? بيديني الكلمات كلها. بعدين بيعرفني اللي هي السي والاي اي. يعني مسلا في الركبة كده يعني. والتي اتش مع الاسنان ومع التوس مع السنة. عاوز يعلمني السه السه السه. بعدين اساليب الحياة بقى ان انا بستخدم الايد في ايه? والعين في ايه? والرجل في ايه? والبق في ايه? كده يعني. بعدين بخش على جزء والماس اللي انا بعرف بقى عدد الحيوانات وعندها كم رجل وده عنده كم رجل وعنده كم جناح وكده يعني. اخر حاجة بعمل المشروع ده هو بلون النجوم حسب تقييمي. بعدين بيجيب لي صورة الوان ان انا ايه? ارسم بقى اعضاء العين واكتب عليها والايد والزراع وهذا كزا. ولو انا بنت الون بقى البنت وارسم بقى ايه? الحاجات. دي كانت كل حاجة عن الوحدة التانية. مو اللي عاوزها بالتفصيل درس درس هي الوحدة تامن دروس طبعا. شرحين كل درس في فيديو لوحده. بس احنا جبناها لكم هنا كاملة. علشان ايه? علشان يعني نبقى جمعناها علشان احنا شرحينها قبل كده ونبقى عيدناها من كتاب المدرسة عشان تعرفوا هتذكروا لابنائكم ازاي في كل ايه? في كل صفحة. تمام? طيب هنا بقى اه تحت الفيديو في اول تعليق هتلاقوا رابط لكل فيديوهات الوحدة التانية كاملة تماما تماما ما تنسوش الاعجاب بالفيديو الاشتراك بالقناة دي والقناة اللي تحت اللي فيها الفيديوهات التانية عشان توصلكم الدروس فيديو فيديو عارة بعضيهم بالتوفق للجميع. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.